جاي يوم هتطلعوا وطلعنا الهو جاي معهم واحد شو كالصاحبهم هتطلع حلقة بذانه ايو 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 شو الحلقة هذو ولك يا زامي ولك عوض طلع علينا الهيب اللي احنا فيه جاي لي بحلقة ومش عشال الكرف اللي انت خلاص روح فوت عالفيديو يا زامي طلعا تروح من الكصة فوت عالفيديو فوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائل وهي اول مرة فيها بتشوفوني فخلنا كلكم انا حسان بدران وهي القناة بالناقش المواضية اللي بترتبط بين ديننا وبين حياتنا الاجتماعية وكافة امورنا في حياتنا لو هذا النوع من المحتوى بلا اماك فارجو انك تشترك في القناة واتخلي اكريب منا فالفيديوهات الجاي بإذن الله تعالى بنار وشرار يا بخيتي ويا بنت خالتي شيء مهم قبل انفوت في الفيديو وحب كلكم انه صارنا نعمل كمان نسخة مع كل فيديو نسخة من دون مؤثرات بتلاقي الرابط تبعها في التعليق الاول وكمان في صندوق الوصف احنا مجموعة عبارة عن حوالي سبعة ثمانية هيكة ودفاوت عمارنا انا اعتبر اصغر واحد فيهم الاغلبية عمره خمسين وخمس وخمسين وفي ستين وحتى فيها اعتقد خمس وستين يمنطلع في الدراج النارية يعني هيك من لثلث حول العالم ما هو في منطقة معينة مش محصورين في مكان معينة يعني اظن خمس وخمسين سنة حالة كثان ويعني انهاي النوعيات يعني مثلكم مثل احساسكم انت يعني واحد جاي اول مرة بدك تشوفه انت وبدو يلتحك في المجموعة اللي انت فيها او ممكن يلتحك من قبل بس انا ما كنت شايفه ما يتقينا في يعني يعني توجست شوي المهم ما طلعنا المجموعة وانا نبعيد لا بعيد يعني هيك تحفظ مسافة شوي لي مش من طبعك مش من نوعك يعني وخاصة انحلك يعني شوي في خلفية عقلي هيك في باب روك يعني المهم في الموتورات بشكل عام هيك منمشي فترة يعني نمشي خلنا نقول سبع ثمان ساعات بعدين نستريح في مكان شويان نستريح بنوخذ ليلي فيه ثم بعدين ننتقل ممكن لدولي ثاني يمكن لبلد ثاني المحافظ الثاني المهم فهي اللي اخذنا فيها بفندوق ثاني يوم كان يوم جمعة الجماعة بدهم ينزلوا على المسبح هذا الحكي يمكن قبل سنتين هيك شي سنتين ثلاثة بدهم ينزلوا على المسبح مياه كبريتية من عرف شو فعلي جروب كتبوا اللي بدو يجيحنا على الساعة عشرة كلنا رح يكون هناك جاهزوا عالكم إلا هذا الزلم ايش بيقول انا بتكم تعذرون يا جماعة والله كثير حابهم اساسا عشان انجاي بس ناس انه يوم جمعة ليه قالوا لي شو السيرة قال يوم جمعة عنا درس حفاظه احنا صرنا وسط يعني اعتقد عشر احداشر جزء شو عشر احداشر شو ما سألتش انا فليتني مخلص بالقرب قالوا لي باذا بتلاحك بالصلاة الجمعة تعالي قال والله بعدها عنا درس تفسير شو مع مياه قالوا لي بك فوتت مرتين ثلاثة ع الرسيل اهو الزلمياض ايه والله نطلع في الموتورات بشكل عام كل صلاة منهن منصليها منصليها اه في جماعة مسجد نوقف منكون مرتبين المصر والله في السماعة في الانتركم اول واحد مصر قبل الوقت نوصل بنوصل صلاة وغير جماعة كل الوقت اهم شيء وبحكي في ايه 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 خليت اول استراحة من نقعد فيها بعدها قاعدين هيك في محل طلبنا اكل قلت له بتسألك سؤال يعني بدي تسامحني قال اه ايش تفضل قلت له بالنسبة للحل لك حبيت يعني بس افهم منك شو قال شوف انا انسان بكره الظلم وورد يعني في في التاريخ مكتوب انه اه اه السلطان سليمان القانوني لما فتح واحد من البلدان او او ظن وصل لا افريقيا كان هناك العبيد يعلموهم علامي بانهم حطوا لهم حلك بذنهم فلما السلطان وصل هاي المنطقة وليكنهم هيك بعملوا مراعاة لمشاعر العبيد او الناس اللي كانوا عبيد بعد تحريرهم هذا الحكي فهو حط حلك بذنه يعني انا ما بختلف عنكم في شيء 90% منكم كنو كلولي والله يا حسان انت بتضحك انت وجماعتك وكصاصكم هاي يعني هاي الكصة بتفتش براس الولد الصغير اجاوبك صح خليك يا بنت خلتي برضو انت اجاوبك هكيد اجهد بالك صح اللي انت بتقول وانا الثاني هاي الكصة ما بتخرطش مخي وما بعرفش اصلها وقد تكون صحيحة وقد تكون مش صحيحة سيبوكم من هذ كل انا اللي ده وصل معكم انو هاذ الزلمة طلع مش سيء طلع مضحوك عليه فاهم غلط قصص بتلعب عقله اللي بدكيها او قد تكون الكصة صحيحة تمام اللي بدكيها لكن طلع ماش زي ما احنا نفكروا طلع مختلف عن الشيء اللي احنا في بالنا والانطبع الأولي اللي احنا خذنا صح طيب يا حسان أنا لمحت من حكيك على فكرة وانا مش تبهي فيك انك بتحاول تروج هذول تبعين الحلق وحبيبي داكو لك شير هذا الحلق حططان وغلط تمام وفي تشبه أشكر بالنساء وإن كانت الكصة صحيحة والسلطان سليمان القانوني عملها أنا بقول لك أنا مش معه وما بأيدش وحططان اللي بي دكية أنا معي أنا بصفك تعرف شو أنا بصفك وسابكك أخرى شوي وأنا إنسان جدا يعني شديد في بعض الأشياء لكن نرجع للنقطة الأساسية طلع مش مثل ما احنا مفكرين أنا هسا بدي أن تكل لك لشيء أنا 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 صار معاي أنا أصابتني وذكرت في الفيديوهات ممكن 10-20 مرة لقد ما حياتي تخربطت وأنا متأثر نفسيا لعند هاي اللحظة من اللي مرت فيه أنا تخربط وجهي أنا تشوهت أنا مرت بفكر أحط لكم صورة منو أنا مشوهة بخاف يعني شونا بخاف تنتشر بخاف تظلها بوجه طول العمر بخاف انحذفت الفيديو وتندمت إنها تظل حدا ينسأ يعني تخيل له وين أنا تشوهت وما تركت طبيب لا تكون محلي ولا عالمي ما تركت شيء إلا حاولت علشان أعالج نفسي لأن هذه الفترة برضو أنا انقطعت عن الحياة ألا ما بتصدكوش يعني كدما بدي أقول لك شخصية كوية وافك من نفسي والكصص اللي بدك إياه أنا كنت أخجل أروح أعمل مقابلة أنا كنت إذا أعمل على الزوم مقابلة أظن حاطت أيدي هيك مخفي وجهي أنا أظن أنا حالة الدمر تمام؟ ثم أتبين إنه هاي الحساسية هي حساسية بتنحل الحمد لله انحلت إلا حد ما انحلت لكن اللي بثيرها وممكن أرجعها إنه الشعر خفيف هيك هفهف على صباحك على جبيني وبالفعل أول ما بيكون هوى زايد يعني ممكن عادة ناسا متمشط وعادي وطالع بره وعادي لكن إذا بكون في مكاني الهوى بهب في كوي وبصير هيك دائب على صباحي شعري بتحسس مباشرة بشعر إنها ترجع فأنا إيش مرات بضطر وممكن من الناس اللي بتلاقيني في الشارع تشوف هذا الشيء بضطر مثل هاي الصورة اللي انتوا شايفينها هسه أكون أحيانا انت بالله عليك لو شفتني من بعيد في هذا الحال بتعرفني إيش تمام إيش أول إشي بيجب بالك شو هذا شو لكن انت اللي بتعرف حسان انت عارف نفسية حسان وعارف شخصية حسان وعارف حسان من جوه إيش وكديش إنه إنسان بيشبهش هذا الشيء لكن أحيانا الإنسان يضطر إما مرات مغرر بي يعني مضحوك عليه بشيء معين بفكر معين بكون معين لكنه نظيف أو إما مجبر مش بييده مش بيده لكن مغصوب على الشيء في كلتا الحالتين انت حكمك عليه اني بعيد جريمة أكثر من اللي هو عاملها لو انت مفكرها جريمة الله سبحانه وتعالى شوف في الآية كيف بنبه من هاي اللقطة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ أَلْكَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إن الله كان بما تعملون خبيرا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بالفكر جديد بالإيمان بالعقل فتبينوا أخرى مرة الله سبحانه وتعالى تماما بيقول لك مش أي حدا أنت بتشوفه من أول وهلة ترمي عليه أنت الحكم وعندي قصص لا حصرة لها وأنا صارت معاي مع ناس ما بدي أطول عليكم في الفيديو لكن قصص كثيرة إيانا إيانا من التسرع بالحكم الملك اللي كان حلم حلم معين وسيدنا يوسف فصر له إياه ثم بعدين هذا الشاب اللي روح حكل الملك اللي هو كان الشغال كان في المطبخ يشطل عند الملك محبوس مع سيدنا يوسف لما حكل الملك أنه اللي فصرهن الملك أعجبته الكصة كان اللي عنده أنه هذا الشاب نين هذا اللي فصرها وقال الملك اتوني به وقال الملك جبوه جبوه شو مسجون هاي هاي العقول هاي مسجونة جبوه فلما جاءه الرسول لما هذا الرسول الشاب اللي بشتغل في المطبخ عند الملك جاء مين جاءه جاء لسيدنا يوسف في الحبس طبعا كيف بدو يجي خيا يوسف حبيبي ولك إلك عندي بشرة يا وردي خبر يا ويل ويل علي أكيد هيك جاء صح والإنسان المحبوس ظلون أساسا هو كان كايل له لهذا الشاب اللي بشتغل في المطبخ عند الملك اذكرني عند الملك كله إنه مظلوم فيعني أجته الله جابها فلما جاءه الرسول قال مين اللي قال هسا جاء الرسول فأعطاه البشرة يعني دك تطلع فقال مين قال سيدنا يوسف ايش قال قال رجع إلى ربك فاسأله ارجع للملك ارجع لمعلمك ارجع إلى ربك ارجع إلى البوست تبعك قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة روح اسأل معلمك كله يبحبش يعمله شوية فريق تحقيق عن النسوان اي نسوان؟ قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم المسلم انسان مش مندفع بفكر اه بدو يطلعني بس انا في عندي قصة ثانية هي بس مخافش الكصة اطلعنا وصفنا وهناك نبدو ندافع عن حالنا لا انا في عندي قصة اكبر من طلوع انه معلمي انا سيدنا يوسف بنفسه معلمي انا اللي كان حاطتني في بيته وانحبست لانه ظلوا يلعبوا في مخه اني انا خنته مع زوجته علشان يعرف اني ما خنته فبطلعش من هون إلا ببراءة انا بطلعش بعفو انا بطلع ببراءة تخطيط انا ما قصدي في هذا الفيديو اشرح لك عن التخطيط انا قصدي اقول لك انك انت كمسلم انك انت خيطة كمسلمة مش مخافش حياتك اول ما تشوفي واحد ولا تشوفيها مثلا مش لابسة عراسها احنا شايفين وسبحان الله العظيم اللي بصير حاليا في العالم اسقط الاقنعة وكلب الدنيا كلها وخلانا نشوف بعينين مختلفين حاليا احنا شايفين في جامعات الغرب لهون لابسات لهون لابسات ومفرعات ومدرعات واقفات مع القضية افضل بكثير بكثير من انتو بتعرفوهم مشيخة وعمامة وجبة وكيامة وبقعد لك صلى الله عليه عامل لحاله اشي كبير هذو الواقفين اكثر من هذو هذو بيدعم حاكمه واشكرا حاكمه محاصر او مساهم في الحصار او حتى بصدر للظالم من عنده اشياء واغذية وامونة تمام وهذا اللي قاعد لك بجبة بس بيقول لك اهم شيء انو ولي العمر يكون بخير اهم شيء احنا والله هاي مسألة ضبابية في هناك في يعني احنا ما بنقدر نتدخل فيها ويعني انتم ما تتدخلوا واوعكم تنزلوا على الشارع وتساندوهم ليه لانه وهذو لاك الانفرعات وهذو لاك اليداكين وشام اشرف منه وافضل منه اخرى مرة انا مع النحية وانا مع الحجاب نقطة بوضوح انا لا بجامل متابعة ولا بتفرك معاي مخلوق ولا حدا المحجبة عند الله في الجزئية تبعت الحجاب مطيعة والثاني عاصي هنا هي عصة امر الله في الحجاب نقطة نقطة خلصت هذه افضل عند الله في هاي الجزئية لكن انا ما بقيس بس عول اقترب كرب شفتوا من بعيد انت ما انا ديش اطول عليكم كده شاحتنا صارنا كم دفيك هون انت شفتوا شفتوا من بعيد عنده شيء مش معجبات اقترب وافهم ما تحكمش لانه انا شايف في هاي الايام الاولى رقم واحد المبادئ والقيمة اللي حاملها والشرف اللي في داخله اسأل الله انكم وصفتكم فكرة على فكرة في كثير متربصين بحسان وبستنوله هف ووكعة فلذلك انتوا لا تساهموا في هذا الشيء يفهموني على الطاير وفهموا قصدي بلاش نتسرع وبلاش احنا انحاكوا الناس اني بعيد لبعيد اقترب اسأل افهم اذا بيستحق بحسب مبدأه والشيء اللي بدعمه في حياته والمنهجي اللي حاملها انه يتهاجم هاجم ولا تفرك معك الدنيا ادعى السعر على اللي يخضر واليابس لكن اذا اقتربت وشفت انه بحاجة انك تصحح لما فهيم بحاجة انك انت تساعد في هالجزئية وطف ما ساعد قد يكون من افضل الناس اللي بتواجههم واكثرهم نفعا لقضيتك وقضية المسلمين عام احنا بحاجة لحقول ولا ناس محترمة مش بحاجة فقط لناس مظاهر تنسونيش من دعائكم سامحوني اذا كان عندي تجاوزات هون ولا هون لاني مرات بنفعل خاصة انه هذول بعدهم ما ادوش اراك بالمكيف فشوي حميان نلتقي في كمان فيديو سيماك اشتركوا في القناة